الكتاب الذي بين يديه هو الجزء الأول من الكاف الشريف لشيخنا الكوليني رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 328 للهجرة قبل انتهاء الغيبة الأولى بسنة الطبعة طبعة دار الأسوة طهران في الصفحة التاسعة والثمانين باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب سأقرأ عليكم بعضا من أحاديثهم الشريفة هذا الحديث وهو حديث واضح وواضح جدا الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن ابن أبي يعفور حسين ابن أبي العلا يقول ناقلا عن ابن أبي يعفور ابن أبي يعفور يقول سألت أبا عبد الله سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به تأتينا أحاديث بعض الأحاديث نسمعها من أشخاص نثق به وبعض الأحاديث نسمعها من أشخاص لا نثق به هناك هناك تمييز بين الرواة الإمام أعطانا هذا القانون قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله هذا هو مضمون حديث الثقلين الذي حدثتكم عنه قبل قليل إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله خذوا به وإلا 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 فالذي جاءكم به أو لا به فليذهب بحديثه أكان ثقة عندكم أم لم يكن هذا هو منطق أهل البيت يأتي منسجما مع منطق القرآن ويأتي متنافرا مع منطق حوزة النجف ويأتي متناقضا مع مراجع حوزة النجف وكربلاء ويأتي متناقضا مع المدرسة الأصولية النجفية القذرة هذا هو منطق أهل البيت يأتي منسجما مع منطق القرآن ومع منطقي حديث الثقلين الذي لا شك فيه ليس هناك من شك في صحة حديث الثقلين وقد شرحته لكم ومضمونه واضح في رفضه لما يسمى بعلم القنادر بعلم الرجال ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق يسأله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به الإمام لم ينظر إلى الراوي هل كان ثقة أم لم يكن قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا المات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعد أبدا وهذا هو التمسك بالكتاب والعترة برفض علم الرجال برفض علم الأصول برفض علم الكلام برفض حوزة النجاف برفض مراجع النجاف برفض حوزة الطوسي هذا هو التمسك بحديث الثقلين هذا هو التمسك بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الحقائق واضحة 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 اتصيرون أوادي لو تظلون مطايا مركوب عليكم اتحفوهم اتحفوهم بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسماء واحد قال لي أزر على شونه مستعجب على شونه مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل النوبة هي قال توصل أطمئنم تركبهم يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عبارة واحد من الأعلام أخبر خمس سنة فهي لا تستعجب مش دارها قلنا تركب يعني 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 خلاقا أغامي شني يعني ما تدون خلاقا أغامي شني كتبه لأفكار حالة السنون فقوش ديخ تعرف بيخ وش ونص عباط كنا على تفاو وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ لأنه ما علم إجمالي لا مو علم إجمالي هذا الواقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا الواقع الشيعة إن الحمارة مع الحمير مطية فإذا خلوت به فبئس الصاحب الرواية واضحة صريحة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا فالذي جاءكم به أو لا به هذا هو منطق القرآن ومنطق العترة وليذهب علم الرجال إلى المزبلة ولتذهب المدرسة الأصولية النجفية القذرة النجسة إلى الجعيم بمراجعها وعمائمها العباسية الإبليسية هذا هو منطق الحق والحقيقة من دون مجاملات ترجمة نانسي قنقر